يعني الجميع اللي سمعنا أو الكل بسمع بالفترة الأخيرة عن قضية الإهمال الطبي وشو الممارسات اللي بتمرسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين موضوع الإهمال الطبي هو مش موضوع عارض ولا هو موضوع صدفة بيصير مع الأسير موضوع إهمال الطبي هو بالأساس سياسة ممنهجة بتتبعها إدارة مصلحة السجون اللي بتدعمها حكومة الاحتلال مثلاً من أبرز القضايا اللي بيعيشها الأسير الفلسطيني لحظة أو من أبرز القضايا اللي بتنحكى دائماً عن الأسرة هي موضوع الإهمال الطبي كونه دائماً إحنا بنسمع تدهور خطير، تدهور مفاجئ، تدهور حصل على صحة أسير أو على حياة أسير نتجة الإهمال الطبي والناس بتفكر أنه موضوع الإهمال الطبي إنه دعاية إعلامية لا، موضوع الإهمال الطبي مش دعاية إعلامية ولا شيء نحن نرويج له عشان نحكي عن الأسرة لا، نحن نحكي عن الإهمال الطبي، نحن نحكي عن الظلم اللي بقع على الأسرة بشكل عام والذلم اللي بقع تحديداً على الأسرة اللي بعانوا من أمراض يعني إحنا بنعرف أكثر إشي بتقدموا عيادات إدارة مصلحة السجون للأسرة هو موضوع المسكينات ويعني إذا صار إشي يعني ها ضاعف كثير موضوع المضادات الحيوية فهان لما بتحكي أنت أسير بعاني من مرض معين ما بتم تشخيصه بشكل صحيح فيما بعد هذا المرض أكيد يتفاقم لأنه نحن نعرف أن الأمراض بتحارب الجسم يعني إذا ما كان فيها داخل الجسم هذا القوة أو هاي المضاد أنه اللي يواجه هذا الجسم الجسم بتضهور وسحته بتضهور أكثر وهذا اللي دائما منشوفه عند الأسرة أسير بتعرض لعارض معين هذا العارض ممكن إذا أخذ دواء معين وتم تشخيصه بالوقت المناسب بنتهي من ثم إحنا ندرت مصلحة السجون دائما أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وثلاثة وعشرة وفي ناس بيقعدوا سنين وهم يستنوا بس لفحص يعرف شو موضوع اللي بيعانوا منه وهذا الإشي فيما بعد بتحول هذا المرض البسيط اللي داخل الجسم الأسير لسرطان ولأمراض مزمنة فكثير شباب يعني إحنا نحكي عن قصتهم اللي عملية المفترض تاخد محهم شهر لتتسوى بأي مكان طبيعي لليوم في منهم سبع أو تمن سنوات بس بيستنوا أنهم يغضعوا لهذه العملية